تقدمت مملكة البحرين بواقع 90 نقاط في تقرير المرأة وانشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في الأول من مرس الجار إضافة إلى تصدرها عالميا في مؤشر الأجر وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الدعم المستمر لتمكين وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز فرصها النوعية في مختلف المجالات لا سيما دعمها في قطاع العمل وريادة الأعمال وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية اللازمة لتعزيز تنافسيتها في العمل قد ساهم في استمرار تحقيق المزيد من المنجزات وترسيخ مكانة البحرين المتقدمة في المحافل الإقليمية والعالمية ويعد ذلك إنجازا دوليا جديدا يؤكد تنافسية المملكة في مجال تمكين المرأة وفي قطاع العمل وتعزيز دورها في مجالات ريادة الأعمال ويأتي هذا التحسن على أداء مملكة البحرين في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 في ظل ما يتم من تطوير للإجراءات والتشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة التي تم سنها عبر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما جاء هذا الإنجاز الدولي بعد إصدار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته ما ساهم في تحقيق المملكة لهذا التقدم ترجمة نانسي قنقر